اشتركوا في القناة 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 كهجرة الى النبي اللي يصلي يصوم يزكي يحج اللهم لك الحمد يا رب يصوم يقوم الليل دمنا واحد يقوم الليل سبحانه الله يا اخوانا ده اخده بقى من اخوك بقى يعني انا كنت في كلية الكعب العالي فالكت اليوم اللي عايز انزله ده سر بقى يعني كنت صلي بالليل حلاشا ركعة سائلا الله سبحانه وتعالى ان يعصمني وان يفتح لكلامي القلوب والاسماع والله يا اخوانا عملنا مشروع اسمه لصنص مع القرآن مشروع مشهور اخوانا اللي في اذاب عارفينه مشروع لصنص مع القرآن كان فكرة المشروع ان انت هتتخرج بإذن الله واللصنص بتاعك ده لا هينفعك لا في الدنيا ولا في الاخر بله واشرب ميته فقلنا نعمل مشروع نحفظ القرآن على مستوى اللي اربع سنين ازاي نقسم حفظ القرآن كل سنة نحفظ سبعة جزاء تلت جزاء في الترمي الأول واربعة جزاء فين في الترمي الثاني سبعة فاربعة بكم بثمانية وعشرين طب وانت حفظ وانت طفل ايه عمه ايه وتبارك بيبقوا كم تلاتين بفضل الله المشروع ده بدأ بداية خفيفة جدا ونشرنا حفظ القرآن في سنة ربعة في كلية الآداب الف وتمنمائة طالب وطالبة الاجتهاد في التعبد العبادة دي حاجة جميلة تربيك وانت دخلت ايام العشر منذ الحجة خلاص جاية عليك ازاي بقى تتعبد هقولك ان شاء الله ثلاثة تطبيق احكام الاسلام فلا تتزوج من هذه الزانية اربعة اياك ثم اياك ان تجهر بهذه الكبيرة ما تقولش الحد لان المجاهرة كبيرة من الايه من الكبائر وياك ثم اياك ان تجهر بالسوء لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم اوعى تشتم حد وتقوله يا كذا ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء ثم اياك واشاعة الفاحشة في الذين امنوا اوعى تجرب عربيتك ورى البنات اوعى تسمع اغاني فيديو كليب اوعى تمشي مع شلتك في الشارع وتسمح لهم ان هم يفكروك بالمضي بتاعك فكل هذا يجعلك تعود مرة اخرى الى الزنا ثم عليك ان تجتهد غاية الاجتهاد على احياء خلق الغيرة عندك وعند الناس تسمع عن سعد ابن عبدا تسمع عنه بيقول والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لقتلته بالسيف غير مصفح عارفين السيف التلم اعد كده اقتل فيه فالنبي عليه الصلاة والسلام قل اتعجبون من غير تسعة والله لانا اغير من ووالله لالله اغير منه دلوقتي الجنتلة ان الاب يمشي مع ايه الست هنم بنته الست هنم بنته ماشي في الشارع ما شاء الله لا قوة الا بالله والرجل يقول لا امشي يا بنت امشي سيري على بركة الله سيري ايه يا بل انت بتعمله ده هذا لا يجوز تمانية لا تسمح لأحد ان يدخل بيتك بغير اذنك تقول لي ده صحبي زميل الانتيم زملك مش انتيم ولا حاج رجل اجنابي لا يجوز ان يدخل بيتك بغير اذن ده اختي بتكلمه وبتسأله اه خلي بالك بقى كم من مصيبة حصلت بسبب الوقوع في ايه في هذه الانتهاكات لحرمة الله عز وجل تسعة اياك ان تتواجد في الاماكن القديمة التي تذكرك بهذه المعصية وغير رقب هاتفك غير رقب هاتفك ولا تعطيه الا لرجل مؤمن يتق الله عشرة عليك بغض البصر وإياك والخلوة والاختلاط ومس المرأة الاجنبية فهذا كله مما يثير الشهوة حضاشر اعطي لنفسك املا ان تبت ان تكون من المغفور لهم حتى لا تيأس فانه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون اتناشر اجتهد ان لا تسمع صوت امرأة وهي ترققه وإياك ان تسمع امرأة تنعت اخرى او تصف اخرى لك حتى لا تستثار من ناحية هذه المرأة تلتاشر اياك ان تسافر الى بلاد الكفار لا يجوز السفر الى بلاد الكفار الا باحدى ثلاث ان يكون عندك علم تدفع به الشهوات الشبهات ان يكون عندك دين تدفع به الشهوات ان تكون محتاجا الى ذلك اياك ان تذهب الى المصايف التي يحدث فيها الاختلاط اياك ان تذهب الى اماكن الفساد 14 توسل إلى الله أن يغض بصرك وأن يحصن فرجك وأخيرا يا من وقعت في هذه الفاحشة إياك ثم إياك أن تيأس فطالما كنت عبد وطالما لك رب فاعلم أن الله تعالى يقبلك أسأل الله باسمه الأعظم في هذا اليوم الكريم أن يتوب على كل عاصم مسلم أسأل الله باسمه